قبل ما اقولك هنعمل ايه النهاردة وقبل ما اقولك هنشتغل ازاي النهاردة وقبل ما اقولك هنشرح ايه النهاردة تعال احكي لك حكاها بسرعة وارجع بك تاني تركز معي كان فيه مجموعة من دفاضع كلهم تحت شجرة فقالوا ان خمسة ستة منهم كده من دفاضع هيتسابقوا ان هم يطلعوا شجرة الضفدع اللي هيكسب هيجاوز اجمل دفضع موجودة المهم تسابقوا وبدأ فعلا ثلاث اربع دفاضع اطلعوا الشجرة اطلعوا الشجرة كل اللي واقف تحت الشجرة بالنسبة للضفدع عالية جدا فلو حد واقع من فوقها يموت فبقوا يقول لهم ايه كل الناس اللي قاعد تحت بقى وكل الدفاضع اللي تحت يقولوا الثلاثة الاربعة اللي بتسابقوا ارجع اقع هتقع هتموت ده انت مش فاهم انت طلعت فين كفاية كده انزل اخي كفاية خلي بالك من حياتك المهم فعلا مع الوقت بدأ بعض الدفاضع ترجع 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 ده يطلع شوية يبص تحت ينزل يبص تحت ينزل الا دفضع واحد بس هو اللي طلع فوق خالص ووصل لنهاية فعل الشجرة وتجوز اجمل دفضع طيب الفكرة كلها لما جوم شافوا الدفضع ده ويتكلموا معاه طلع اصما بسمعش طب انا جاي عايز اقول لك كلام ده ليه انا عايزك انت كمان اصم عايزك انت كمان متسمعش اي كلام يحبطك متسمعش اي كلام يرجعك متسمعش اي كلام يزوك لورا ما تسمحش حد يقولك انك مش هتقدر ما تسمحش حد يقولك ان انت رقمت كتير فمش تعرف تعود بعدين ما تسمحش حد يقولك ان انت دلوقتي عمال جيبت درجة مش كويسة في المادة الفلانية فانت مش نافع انت فاشل ما تسمعش اي حد يقولك الكلام ده لان صدقني مهما يقولوا عليك مش انت الفكرة كلها ده فضع اللي طلعت دي وسمعت اللي حواليها من كلام اللي حواليها تأثرت ورجعت من كلام اللي حواليها اللي هو مش واقعة خالص وكان ممكن يكملوا ويفوزوا كلهم رجعوا إلا واحد بس اللي هو فعلا ما كانش يسامع أي كلام حواليه وكان مركز بس على هدفه هو اللي فاز حتى لو الموضوع صعب بالنسبة لغيره ملكش دعوة بغيرك ربنا ما خلالكش نسخ أنت البصمة تاع الصبعك دي مش زي بصمة أخوك لو اتنين طوق أو مش زي بعض مش زي بصمة أي حد من صحابك من اللي حواليك من الناس من العالم كله مش زي بصمة أي حد من اتخلق من أول سيدنا أدم لحد القيام ما تقوم مفيش بصمتك لوحدك منفردة فربنا أكرمك ربنا أفرادك ربنا ميزك ربنا وهبك حاجات كترة جدا أنت أصلا مش عارفها ولحد اللي حد مش مدركها ما تقارنش نفسك بغيرك مليش دعوة بصاحبك الدحاح اللي خلص المانها جارب عمرات طب أنت عارف أنه بيزاكر كواس ولا لا؟ ده بيمسك الصفحة لحفظها في دقيقة طب أنت حد قالك يمكن هو بيحفظ بسرعة وإنت بتفهم بسرعة يمكن هو عنده ميزة مش فيك وإنت عندك ميزة مش فيك ما تقارنش نفسك بحد ما لكش دعوة بحد ساعات الدنيا بتديك فرصة واحدة بس ولو أنت بخدتهاش بتضيع السنة دي في السنة العامة بتديك فرص كتير هنا لسه في أول السنة لسه في شهر عشرة يعني في أول السنة شهر عشرة أول 11 أول السنة لسه ممكن مهما راكمت حاجات تقدر تجيبها مهما فوضت حاجات ممكن تحضرها مهما سبت حاجات كتيرة ممكن تشوفها وتكمل فيها بس الفكرة الفكرة أن كل ما تقع تقوم تاني الفكرة بس مش أن أنت ما تقعش لازم هتقع مفيش حد بتكعبلش اللي نجح وغير تكون كله اتصل الاختراع المصبح ونور لها حياتنا كلها شوف فشل كم مرة يقال 99 مرة 99 مرة البوز 99 مرة البوز يحاول تاني حاول تاني حاول تاني ونور لعالم كله ونور لك حياتي وحياتك ونور الشوارع لغير لعالم كله مفيش حد نجح في العالم كله إلا لما تكعبل إلا لما وقع بس الفكرة مش أن انت تكعبل الفكرة أنك تقوم تاني اللي بيوصل مش اللي وقع واللي كمل وكان بيجرم المؤول مرة لا اللي وقع وقام عشان كداما في الهاشتاج بتاعي بقول حافر حلمك يستاهل عافر حلمك يستاهل ليه ما قلتش اكتاهد حلمك يستاهل لما قلت شي تعب حلمك يستاهل قلت عافر لأن المعافرة أن أنا مروح تعبان من الدروس بس هذاكر بدل ثلاث ساعات خللهم ساعتين بس هذاكر أن أنا خلاص تعبان جدا ومرهك النهار ده بس عندي ما عايز حصة للجيو ولا أي حصة عن الالاين بس هتفرقها عشان أكون أد كلامي وقد أن أنا أبدأ أذاكر أو أد المسئولية أو أد أو أد أو أد قوعة تنسى الكلام ده أن الفشل موقف مش شخص أنت مش فاشل أنت فشلت في امتحان طز عوضه في اللي بعده أنت فشلت في نقطة مش عارف مش عارفة مش مكوش عارف حلها أعرف حلها أنت فشلت أن أنت كنت بتراكم المواد فوق بعضها فبالنسبة لك المذاكرة بتقيلها على قلبك طز امسك يوم الجمعة أو يوم يوم فضى عندك فضيه خالص زاكر كل اللي فات الأسبوع اللي فات وابدأ بقى الزاكر من أول وجديد أول بول أول بول هتحس براحة نفسية أنت مش فاشل الفشل بالشخص الفشل موقف تقدر تغير كتير تقدر تعمل حاجات كتيرة تقدر توصل لحلمك وهدفك تقدر تعافر عشان حلمك يستاهل عشان حلم أهلك بيك في الآخر يستاهل عشان لمع عيون والدك ووالدتك وإخواتك من الفرحة في الآخر تستاهل تستاهل أنك تعيش فخور بنفسك وانت عملت لعليك تستاهل أنك تكون رضا عن نفسك اعمل اللي عليك واسيب النتجة على ربنا بس اعمل اللي عليك السنة بتعدي بإيدك أنت أنت عايز تتعدي على إيه إن الله هو ده أجر من أحسن عمله بس احنا نحسن العمل عشان نستاهل مين أو نستاهل إيه نستاهل الأجر وعلى فكرة من ضمن أحسن العمل مش بس المذاكر تعبك مذاكر ارهاقك تعبك أحسن عمل ارهاقك وانت مش قادر وبتحاول زوء نفسك أحسن عمل اللي ذاكر واللي طلع قوائل السنوية السنين اللي فاتت ما كانش بيحب المذاكر هو كانوا خطة مسئولية وكان بيعافر اللي تقصر الدنيا كلها ونجح فأي حاجة مش بيحب اللي بيعمله أو مش شرط بيحب اللي بيعمله ممكن يكون بيحبه عادي بس مش شرط كل القصة أنه رمى نفسه فيه وشال كل الحاجات اللي بتشاتته منه الصحاب والفيسبوك واللي مش عارف هي يساب كل ده وركز يعني أنت مثلا دلوقتي بتذاكر كل حاجة أولاين أو عن نتة أو مش عارف هي فأنت مثلا ممكن تخش البيت أهلك يخش عليك أنت بتذاكر؟ أه طبعا بذاكر أه بتفرج عشي يوم يجد إمام وانت فاتح سوشال ميديا أو فيسبوك انت كده بتجذب على نفسك مش عليهم انت كده بتضيع وقتك مش وقتهم ممكن مثلا بتذاكر في الكتاب وباسك الموبايل قالوا ما حد ييجي تقوم خط الموبايل فين؟ أه في الكتاب فلما حد يخش يقولك إيه انت بتذاكر أه بذاكر أه أمال إيه اللي منور يا ابني ده أو يا بنتي ده من الكتاب ده نور العلم ده نور العلم هو اللي طالع وصح؟ العلم نور فركز في حياتك حياتك اختارها من دلوقتي مستقبلك حدده من دلوقتي الوقت ما فادش السنة طويلة ما حدش أحسب منك في حاجة ما تقرنش نفسك بحد كل يوم ليك فرصة جديدة بس استغلها صح علشان تفرح نفسك وأهلك بعدين وهو عتيقس وهو عتخلي حد يزقك وهو عتخلي حد يرجعك وهو عتخلي حد يزقك لورا وهو عتنسى ان مهما تقع لازم تقوم وتكمل لأن حلمك يستاهل وما تنساش الجملة دي عافر حلمك يستاهل